القنوات الفضائية الموالية للشرعية تغلق أبوابها في الوقت الذي تحتفل فيه قنوات الموالية للحوثيين باحتفالات التدشين بالأمس أصدرت قناة رجد بياناً بإغلاق القناة نظراً لتوقف التمويل وذلك بعد شهرين من إغلاق قناة صنعاء للسبب ذاته وفي صنعاء تتهيأ ثلاث قنوات فضائية لتدشين بثها الفضاء بتجهيزات فنية ضخمة رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة سبعون في المائة من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مظلل من خلال أكثر من عشر قنوات فضائية بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة وقرابة ثلاثين إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون إذن يتلقى معظم اليمنيين خطاباً أعلامياً وسياسياً أحادياً وموجهاً بنكهة طائفية يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري أمام كل هذه المخاطر تبدو الصورة في الضفة المقابلة معطمة الحكومة الشرعية وبعد قرابة أربع سنوات من الإنقلاب ما زالت تتخذ من الرياضي منقراً لقنواتها الإعلامية الرسمية رغم تحريرها ثمانين في المئة من جغرافيا الأراضي اليمنية كما تفضل دائماً أن تصرح مراقبون يقولون إن تأثير إعلام الشرعية في الداخل محدود للغاية فالقنوات الرسمية والأهلية لا تغطي حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون وهناك ضعف كبير في الوصول إلى عقول وقلوب المواطنين إلى اليوم لا تملك الشرعية قناة واحدة على الأرض كما لا تملك إذاعة واحدة تصل إلى صنع أو مناطق سيطرة الحوثيين الأخرى هذا فضلاً عن افتقارها لأي إنتاج إعلامي لأهمية أو أفلام ومواد متنوعة تسهيل الوصول للجماهير ماذا يفعل وزير إعلام وجيش من الوكلاء والمستشارين في حكومة الشرعية؟ سؤال يتداوله الكثير من المتابعين والمهتمين بصناعة الرأي العام باقينا أجرس الخطر على عقول وثقافة اليمنيين من الاحتلال الثقافي والفكري ومحاولات تمسي الهوية اليمنية من خلال الآلة الأعلمية الضخمة للإنقلابيين لم يبقى من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائث